اشتركوا في القناة وكان من رواة حديث الإمام علي عليه السلام وكان قد شارك معه في حروبه الثلاثة الجمل وصفين والنهروان وكان قد خرج من الكوفة خفية قبل استشهاد مسلم بن عقيل والتحق بالإمام الحسين حتى جاء معه إلى كربلاء ويروا أن نافعا قد شارك في جلب الماء إلى مخيمات الحسين مع أبي الفضل العباس عليه السلام وأما عن بروزه فقد قيل بأنه لوحده قتل إثني عشر رجلا دون من جرح منهم حتى أخذ أسيرا إلى عمر بن سعد وهناك أمر عمر الشمر بأن يقتله أمام عينه